العالم الهولندي حذر منهما قبل حدثهم زلزالين بقوة خمسة وستة من عشر يضربان هذه الدولة أعلان السلطات في نيبال أن زلزالين ضرب غرب البلاد الثلاثاء من ما أدى إلى أصابة حداشر شخص وإطلاف المنازل كما تسبب في انهيار أرضي أغلق طريق سريع رئيسي ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول وزارة الداخلية قوله أن الانهيار الأرضي بعد الزلزالين اللي بلغت قوته ستة وتتة من عشر وخمسة وتلاتة من عشر درجة عامية ياسر اختر في منطقة باغانغ المتخمة للهند أو باغانغ المتخمة للهند أغلق الطريق إلى السهول الجنوبية وجاء الفاصل الزمني بين الزلزالين لضرب طالكوت وتيشانبور حوالي تلاتين دقيقة وشعر سكان أجزاء من الهند زي العاصمة نيوديلهي بالزلزالين هيسهرع الناس من المنازل والمكاتب لم تكن هناك تقارير فورية عن الأضرار